حرص الفقيد الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله دائما على فتح كافة أفاق الإبداع والتميز أمام الصحفيين وتهيئة الأجواء المناسبة والدافع لهم لموصلة دورهم البناء ليبقوا دعامة قوية من دعامات الانسجام المجتمعي وركزة هامة من ركائز التلاحم الوطني وبدورها استذكرت الصحف المحلية والخليجية والعربية دور مناقب الفقيد الكبير على المستوى المحلي والخليجي والعربي تفاصيل أكثر يوافين بها الزميل أحمد الشامسي كيف للصحافة أن ترثيك وكيف للقلم أن يعبر عن ألم الفقدان وجلل المصاب وكيف للمشاعر أن تختزل تاريخا ساطعا في أعمدة والسطور كيف لها أن تحكي قصة جبل شامخ بالعطاء وأنت المعلم الذي طالما كان داعما ومساندا لأجيال من الكتاب والصحفيين وكأننا نستشعر الدفء النابعة من علاقة المحبة النابعة من قلب رجل شرع أبواب الصحافة لكي تنطلق في فضاء الإبداع في كل ركن في الصحافة ستبقى ساكنا فينا وبنا علمتنا بأن الكلمة أمانة تبقى محتفظة بلون الخير دائما والراية البيضاء تبقى بيضاء وها هي الصحافة المحلية اليوم تستذكر المواقف الخالدة التي تجسد الدعم اللامحدود لحرية الكلمة المسؤولة وتستعرض بكل فخر كلمات المغفور له بإذن الله تعالى التي ستبقى على جبين الصحافة حيث عبرت الصحف في صدر عنوينها عن دوري وإسهامات الفقيد ونجاحاته المتواصلة لتحقيق خيري وازدهار البلاد في ظل قيادة جلالة الملك المفدى يده الله صحيفة أخبار الخليج عبرت بحرقة مشاعرها وقالت وداعا أمير النهضة وصانع التاريخ خليفة بن سلمان رمز وطني راسخ خليفة بن سلمان القائد القريب من شعبه هذا ولم تتوقف أقلام كتاب الصحفيين والكتاب في صحيفة الأيام حيث ذكروا الراحل خليفة بن سلمان إنجازات تنموية ومكانة دولية فقيد البحرين تفاعل دائم مع الصحافة الوطنية ودعم لا محدود لها رئيس البرلمان العربي يعزي بوفاة الأمير خليفة بن سلمان فيما اعتصر قلب صحيفة الوطن بمرارة الفراق وقالت زينل البحرين برحيل رئيس الوزراء فقدت علما شامخا ورمزا وطنيا عظيما الصالح رئيس الوزراء رمز وطني شامخ واسهاماته خالدة في تاريخ مملكة البحرين الشؤون الإسلامية اسهامات جليلة قدمها الفقيد خليفة بن سلمان لوطنه ونادت صحيفة البلاد بأب قائد وأكدت الراحل الكبير إرث كبير من الإنجازات والمكان الدولي سموه رسم ملامح النهضة التنموية في المملكة طيلة تاريخها الحديث هذا واستذكرت الصحافة الخليجية والعربية مناقب الفقيد الكبير على المستوى الخليجي والعربي حيث عنونت صحيفة الشرق الأوسط خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان والمنامة تعلن الحداد البحرين تودع خليفة بن سلمان بعد نصف قرن من الإنجازات وبيّن الصحيفة الرياض السعودية رحيل الأمير خليفة بن سلمان شاهد تاريخ البحرين وذكرت صحيفة عكاظ السعودية خليفة بن سلمان مسيرة عطاء نصف قرن هذا ولفتت صحيفة الاتحاد الإماراتية رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود يعزون ملك البحرين في وفاة خليفة بن سلمان محمد بن راشد مسيرة ممتدة ورحلة تنموية محمد بن زايد ترك إرثا من العمل الوطني المخلص حمدان بن زايد كرس حياته لخدمة وطنه وأمته طحنون بن محمد صاحب مسيرة بيطاء هزاع بن زايد حر التعازي والمواساة كما وأبرزت صحيفة الأنباء الكويتية دور الفقيد وخصصت ملفا خاصا لاستذكار دوره الكبير وقالت الأمير مسيرة خليفة بن سلمان حافلة بالعطاء لنهضة وطنه وتطوره ومواقفه المشرفة تجاه الكويت والكويتيين ستظل ماثلة في ذاكرتهم قادة التعاون الخليجي ينعون رحيل رئيس وزراء مملكة البحرين الحجرف الراحل أحد أهم القادة وأدواره مشهودة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك فيما أكدت صحيفة القبس الكويتية سبعة عقود من العطاء وخدمة مملكة البحرين والعمل الخليجي رحيل خليفة بن سلمان رجل الحداثة والتطوير ونطالع من صحيفة الرأي الكويتية عزام الصباح ناعيا الأب الحاني قلبه الكبير كان ينبض بحب دولة الكويت أما صحيفة عمان العمانية فقد عنونت جلالة السلطان يعزي ملك مملكة البحرين في وفاة رئيس الوزراء ومن جانبها تناولت العديد من الصحف العربية الخبر المفجع حيث بيّن صحيفة الشروق المصرية وفاة رئيس وزراء البحرين ومصر تنعي الفقيد أما صحيفة الدستور الأردنية فقد لفتت الملك يعزي العاهلة البحريني بوفاة الأمير خليفة بن سلمان ولي العهد يعزي بوفاة الأمير خليفة بن سلمان وتطول قائمة الصحف الخليجية والعربية والعالمية التي وقفت سطورها حدادا على وفاة فقد مملكة البحرين وأسال مدادها حزنا على خليفة بن سلمان هي سطور بسيطة في بحر عطاء كبير يمتد بالخير دائما رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر